اشتركوا في القناة منذ اللحظات التاريخية الأولى لولادة ميثاق العمل الوطني الذي كانت بنوده الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل المشرق للمملكة وخارطة طريق وبرنامج عمل انعكس بمجمله على الحياة الاقتصالية حيث كان منعطفا كبيرا دخلت البحرين بوابته إلى مصاف الدول الديمقراطية بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي أولى العملية الاقتصادية أهمية خاصة حيث خصص الميثاق فصلا كاملا ناقش فيه بنوده السبعة المتعلقة بتطور الاقتصاد وهذا ما ركز عليه السيد جمال فخرو عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة العليا للميثاق في الحلقة الثانية من برنامج إضاءات من الميثاق الذي تناول موضوع محور السياسات الاقتصادية والقطاع الخاص الجانب الاقتصادي أعتقد أن حظى بأكبر عدد من الأحظاء اللي قدروا أن يعيدوا كتابة المسود الأولى من الميثاق احنا ركزنا في الحقيقة على الأسس الأساسية السبعة في المجتمع الأسس الاقتصادية ومعظمها أخذناها من دستور البحرين لعام 1973 نعم وإذا تقرأنا دستور البحرين اليوم المعدل في 2002 هو في الحقيقة أخذ كل البنود التي اعتنا فيها في منطقة العودة الأمان الوطني وعكسها في هذا الدستور وبالتالي نحن نظرنا إلى الأسل الاقتصادية كيف يستطيع المشرع مستقبلا أن يضمن للمواطن البحريني مستوى حياة أفضل أعتقد هذا هو الهدف الأساسي من أي خطة اقتصادية كيف نحقق التنمية الاقتصادية للمواطن وأسستنا من ذلك مجموعة من الأهداف تتكلمنا فيها على موضوع الحرورية الاقتصادية عدم مصادرة الأملاك الخاصة تتكلمنا فيها عن حماية الملكية الخاصة تتكلمنا فيها عن الرقابة على المال العام وتصرف فيه تتكلمنا عن إنشاء ديوان رقابة إدارية ومالية وتتكلمنا عن أمور كثيرة كلها أتت ضمن هذا الإطار البنور السبعة طبعا منذ ذلك الوقت الآن كثير من التشريعات التي لم تكن موجودة حتى عام 2002 تنظم هذه الأسس تمت صياغته وكتابته والأهم من التشريعات هو ما تم تنفيذه من هذه التشريعات وأهدافها في صورة خطات وبرامج وأهم خطة في الحقيقة هي 2030 الرؤية الوحيم فأعتقد أن استطاعنا خلال 20 سنوات الماضية أن نحن نحقق جزء كبير من الأهداف التي ذكرناها في ميثاق رحمة وطنية فيما أكد الدكتور عبدالله محمد الصادق عضو اللجنة العليا للميثاق أن الميثاق أكد على ثوابت في الاقتصاد البحريني ومن أهمها المحافظة على متوسط دخل الفرد العالي فالميثاق أكد على هذه الثوابت الاقتصادية أكد على موضوع الريادة أيضا الميثاق النقطة المهمة كانت فيه بالنسبة للجانب الاقتصادي هو متوسط دخل الفرد كيف أن نحافظ على متوسط عالي لدخل الفرد في المجتمع البحريني وبالتالي نرى الميثاق طرح موضوع الاهتمام بالنمو الاقتصادي وأنه يجب أن يكون هناك توازن بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني وإذا نرى الرؤية 2030 تؤكدت على هذا الموضوع يعني أهم أو الهدف الرئيسي للرؤية 2030 هو أن مع 2030 يكون قادرين أن متوسط دخل الفرد يصير أكثر من الضعفين وبالتالي هذا هدف سامي هدف كبير هدف طموح أعتقد الكل يسعى من جوانب المختلفة وأعتقد السبيل للوصول لهذه هو كيف نحافظ على النمو الاقتصادي ومن هنا يأتي المؤسسات دورها في أن نتحافظ على ديمومة النمو الاقتصادي سوى كان من ناحية القطاع الخاص يعني لأننا نعرف النمو الاقتصادي لن يكون بدون استثمار وبالتالي الاستثمارات إذا كانت سوى كان من الحكومة ولكن الفترة القادمة أو الفترة الحالية وللفترة طويلة القطاع الخاص يعني مهم في هذا الموضوع وأيضا موضوع الجذب الاستثمار الأجنبي عشان جديد مثلا تم تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية نعم للعبدور في تحقيق هذا الهدف الأساسي الذي يشتغل عليه الدكتور ناظم صالح الصالح أشار إلى أن ما ورد في ميثاق العمل الوطني كان يؤكد وما زال على أهمية الاستثمار البشري وأن الحكومة أدركت ذلك وعملت عليه كأولوية في تنمية اقتصادها من نسبة إلى ما ورد في الميثاق حول هذا الموضوع كان يؤكد دائما على أن العنصر البشري عنصر أساسي في عملية التنمية وضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وبالتالي الحكومة أولت هذا الموضوع اهتمام كبير ففتحت المجال وأقامت المشاريع وورش التدريب على نطاق واسع من أجل تهيئة المواطن البحريني لأن يتزود بالمهارات المناسبة والتي تجعل منه مواطن عامل مجد يسهم في خدمة بلده ويسهم في عملية التنمية والمواطن البحريني معروف كما أشرت أختي في حديثك أنه معروف بالإخلاص بالعمل وبالكفاءة وبالقدرة على أن يستوعب تطورات التكنولوجيا والتطورات الحاصلة في ميدان القيادة فبالتالي عنده قدرة على الإبداع وعنده قدرة على العمل وهذا ما نشوفه بالنسبة إلى في الفترات الأخيرة شفنا كثير من البحرينيين اللي هم رواد أعمال في الحقيقة أبدعوا وأنشأوا مشاءاتهم الخاصة اللي في الحقيقة كان له مكان مرموقة في المجتمع وليس على المستوى المحلي فقط وأنما على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي إن الميثاق كان هو حجر الزاوية والذي أسس دولة المؤسسات والقانون وهما فتح صفحة غيرت مشهد الاقتصاد البحريني ليتصدر بعدها الريادة ولتصبح مملكة البحرين واحدة من أهم المراكز المالية العالمية